محمود شاكر عايز اتكلم شواء عن صلاح محسن كنت اتكلمت عنه في الانترو وقلت انه صلاح محسن محتاج يراجع نفسه كتير اوي اوي عشان هو اخد فرص عظيمة وكثيرة في الفترات المطلحكة مع النادي الاهلي يروح ويرجع يروح ويرجع وكل الناس مقتنع بمستوى وامكانياته ولكنه بيتأخر كثيرا في انه يتمسك بفرصته مع النادي الاهلي معاش عمود شاكر عنده نفس الرأي ولا تختلف انا متفق معك طبعا صلاح محسن بقاله في النادي الاهلي اكثر من خمس سنين كمية الفراودة اللي جات النادي الاهلي ومشت وصلاح محسن لسه على قوة النادي الاهلي مهما يطلع عارة ويرجع هي فرصة هو انا شايف انه رحادي دلوقتي هو مش مدرك اهمية الفرصة دي قد كريم اي لعيب كورة في الدنيا الفروت بالذات قصة كلها مش قصة ان انا بعرف اجيب اجوان او ان انا عرف عدي او ان انا قدر اجري ورقص اي حد او ان انا يبقى عندي لمحة مهرية قد ما انا يبقى لازم يبقى عندي وعي تكتيكي في كل شيء في المرحة كابتن محمد يوسف قفالهالي انا دربته وهو عنده مشكلة في عشوية بزاق ده انا قبل ما نتكلم بالحلات اقول لها حكاها بسيطة جدا يوسف النصيري مع المغرب في كاس العالم عمل ادوار تكتيكية في عدم فتح زوايا التمرير للعبي اي فريق منافس للمغرب ودي كانت نقطة من نقطة قوة كبيرة جدا عند طب انت روحت يوسف النصيري بزاق كارك بواحد سهل عوج صافة محمد في كاس العالم الافريقية صالحان هرب يضع لعب كريات تكتيكية ورغم انت قالت بتسجلش ليه وبتاع بس ادوار تكتيكية مرعبة ومش معنى النادي الاهلي بلعب تحت الكورة يبقى انت عشان انت اول واحد انت اول خط تفاعة ان انت تسيب تتفرج على الكورة زينا زي ما اللي بيتفرج على الكورة تعال نشوف بقى بالحالات ثلاث حالات بالضبط يا كريم كان عليهم علامة استفام كبيرة جدا نشوف الحالة الاولانية لصلاح محسن هنا دلوقتي يا كريم سانداونز مع الكورة مفروض صلاح محسن يقفل زاوية التمرير على مكوينة هو مش مطالب ان يضغط اكتر من هو يقفل زاوية التمرير نكمل فيريم اللي بعده الراجل هنا لقى الزاوية مقفولة النادي الاهلي واقف صحي بشكل كبير بص صلاح محسن واقف مع مكوينة صحي جدا مفيش اي حاجة الراجل مفيش غير ان هو يرجع تاني للمساكن تاني بتاع سانداونز رجع عاوز اريك بقى فيريم اللي بعده بص صلاح محسن سرح ساب مكوينة نشوف الفريم اللي بعده ساب مكوينة خلاص فتح له زاية نشوف الفريم اللي بعده الراجل هلعب لمكوينة بروغريسف باس قبل بقى ما يبعت لمكوينة اول ما صلاح محسن سابه لو نرجع فيريم كمان او لو زاوية مش جابية ماشي هو الفريم بس يعني متاخد منه شوية فاول مصلاح محسن فتح زاوية المريير هو وقف ما يعنيش اي دور فمكوينة هنا ينزل السلم من اللي ساب مرهنا عطيه بص مرهنا عطيه بجريها هيلعب بروغريسف باس لمكوينة نشوف مرهنا عطيه ساب الكورة بص بقى اللي حصل بعدها مرهنا عطيه قطع الكورة اول ما تقطعت رجعت لسانداونز ثاني بص بقى الفريم بتاع سانداونز بقى الواحده ازاي نكمل بقى الفريم اللي بعده ام الراجل بمنتهى السهولة مخوزة مهمة جدا على الكورة بص يا كريم على الكورة نشوف بقى الكورة دي كانت من اخطر الكور اللي محمد الشناوي شطف الشرط الاولاني كل الكورة دي وكانت هتحصل كل دي بقى لي يا كريم علشان الراجل ما قفلش بس زاوية التمرير عليه الفريد ما نفعش بقى نايم فتخيل الكورة دي ساب مانيش الحمود الكورة دي بتخش هدف تمام عارف بقى كنا نقول ايه الشناوي اخطر نتخيل بقى كورة ممكن تخش جون تبقى الخطأ فيها الاول من صلاح محصن دي لقطة في منتهى الاهمية حبيبي يا كريم نشوف بقى اللقطة التانية نشوف نتكمل الصور اللي بعدها هلو قوي في بقى معانا كورة تانية بعد الكورة دي كانت برضو في الشوت الاولاني برضو نفس الكلام هنا كريم بص بيرس تاومر افضل عيب ركب تضغط نهاردة في النادي الاهلي الراجل بتاع سانداون زي العبل سنتر باك التاني ومع طول بيبقوا الاتنين بس وقفين نكمل الفريم اللي بعده اول ما بيرس تاو هيضغط بيرس تاو اخي التعليمات انه هو يضغط على المساك التاني بتاع سانداونز او عبد المرأة طويل عشان خطر اتنين ضعاف بالكورة بص بيرس تاو يضغط بقوة كبيرة جدا هنا الكورة تلعب التاني برضو صلاح محصن واقف صح نكمل بقى الفريم اللي بعده بص بقى صلاح محصن وراح يضغط على الراجل التاني النادي اللي بيلعب تحت الكورة وانت مش مطالب انك تضغط عليه لان بيرس تاو بيضغط علشان الراجل يطلع الكورة للمساك اللي جام بص بقى صلاح محصن راق ضغط ام كوينا بكل سهولة كريمة راح في المساحة الفاضية نشوف كورة بقى العب الكورة في المساحة الفاضية نشوف الفريم اللي بعده كل الملعب تحولت الهاجمة بمنتقى السهولة لسانداونز بص على الكورة ولعب برضو الكورة طويلة ولكن اتقطعت من أليو دانك ورجعت تاني للسانداونز تعال بقى نتفرج على الكورة ناي مرسي الكورة بقى في الكورات دي تقعد بره بيسرق طيق اللقطة دي بقى من بعدها مرسي الكورة بخمسين ثانية أو دقيقة قابل الزبط قام طلع صلاح محصن من الملعب هنا النادي الأهلي بيحاول يضغط على سانداونز عبد نعم الطويل اللي بقولك عليه من أقل لعبي سانداونز في الخروج بالكورة ضغط عليه بيرسي تاو وضغط عليه مران عطية لقى بالكورة قلشت من اللعيب سانداونز بص بقى مران مران عطية قطع الكورة هيسلم لمين هيسلم لصلاح محصن نشوف الفريم اللي بعده أول ما يسلم لصلاح محصن الكورة جاي على عدلته نوقف بقى هنا لحظة هو بس لو رفع عينه هيلعب الكورة ببساطة شديدة المين لريدا سليم بص بقى مران صلاح محصن عمل ايه رجع وقام لعب الكورة بمنتهى الرعونة لريدا سليم بص يا كريم الكورة دي لو تلعبت على الأرض قدام رضا سليم هروح انفراد بص لعبها بالشماله في ظهر رضا سليم الكورة بص طلقت قوت وكمل الكفريم اللي بعده الكورة طلقت قوت من هجمة ممكن تتعادل بيها النادي لقالي والنادي لقالي طول المباراة ما بيلعبش غير على الكورة دي بلعب تحت الكورة وانا عاوز انهم أول ما يغلطوا في المساحات ان انا هقدر أبقى مدود بعد الكورة دي على طول قام الراجل جاي سحب صلاح محسن فشيء مهم جدا انت بفكرة لعيب الكورة مش لازم يبقى لعيب كورة كمقومات لعيب كورة مهرية لازم يبقى زهنيا عارف كويس جدا ومذاكر كويس جدا لعيبة بتلعب قدامه ويسمع ويتعلم المدير الفني ودي المشكلة اللي كانت نقصة صلاح محسن وهي عدم وجود وعي تكتيكي